زي ما استعرضت معاكو أهم عشر جرائم وأهم عشر قوانين كمان هستعرض معاك أهم عشر أحكام بس خد مالك الأهمية دي بتيجي من وجهة نظرنا إحنا يعني من وجهة نظر المعدين وفريق التحرير ووجهة نظري لكن ممكن يكون عندك أنت حاجة تاني أهم لكن خليني أقول لك من الأحكام المهمة أو اللي إحنا شفنا إنها مهمة حكم فريد جدا من نوع اللي هو إلزام الزوج بدفع سمن المشغولات الزهبية اللي هي الدهب يعني وما شابه ذلك لمطلقته بسعر اليوم المطلقة طلبته بنؤدي فرق سعر الدهب تبقى الأسعار السوقية والمحكمة تقدر فارق السعر بـ 36 ألف جنيه هحكي لك القصة قصة بساطة يا سيدي الست رفعت دعوة قالت فيها إن أنا لما استلم مني الدهب استلموا مني وسعر الدهب كان مثلاً مثلاً عشر جنيه ما فيش طبعاً جرام بعشر جنيه بس يعني يقول مثلاً النهاردة سعر الدهب مثلاً يساويه 15 جنيه الجرام هي عايزة بقى فارق السعر وكان لأول مرة محكمة في مصر تحكم بفارق السعر موضوع الدهب في القائمة الحقيقة صدر في بعض المبادئ اللي هي خلينا أقول لك إزاي متنقضة شوي يعني في محاكم مثلاً تقول لك لا أنا مش حكم بالدهب ودي كانت محكمة في الجيزة محكمة الدق قلت لك أنا مش حكم بالدهب ليه يا محكمة مش حكم قلت لك لأن الدهب ده من الحلي التي تتحلى بها الزوجة يعني آه هي بتتكتب في القائمة لكن في الغالب الأعام هي مع الزوجة ودي زي ما بيقولوا كده من خفى وزنه وسهل حمله أول ما يحصل الخناقة بين الزوج والزوجة حط يا ست الدهب في الشنطة على بيت ماما وعشان كده المحاكم بقت تحكم بالبراءة في هذا الأمر كتير الدهب بالذات في القائمة بيتحكم فيه بالبراءة لكن هي هتبضل قضية غير محسومة تاخد اتجاهات المحكمة كل محكمة وليها اتجاهة في هذه الأمور يعني برضو زي كده ما الأستاذ حسن بيقول لي يعني حط قيمة الدهب بس برضو وضع القيمة هيبقى تاريخ القائمة يعني القيمة هتبقى بتاريخ القائمة اللي انت أو بتاريخ الزواج فهتطلع برضو هي الستة اللي عايز تعمل حاجة هتعملها الحقيقة فعشان كده ما تحيروش نفسكو يعني المحكمة تقضي بالخلع لزوجة مع سقوط كافة حقها الزوجية بص بقى العادي العادي انك في الخلع حقوق الزوجة اللي متعودين عليه بعد طلب الخلع تسقط الجديد في الحكم ده ان قبل كمان سقط ازاي الزوجة رفعت دعوة خلع لكنها كانت عاملة دعوة نفقة قبل الخلع فكان صدر لها أحكام بالنفقة النفقة الزوجية خد ده لك انت لما بترفع الزوجة بترفع دعوة خلع فيها تتنازل ضنيا عن حقوقها الشرعية مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة الحكم ده بقى قال لا وكل ما استصدرته أو صدر لصالحة من أحكام قبل الخلع من ساعة ما رفعت بقى القضية طالما انت نويت على الخلع فانت نيتك انصرفت لسقوط كل ايه الحقوق الشرعية اللي هي أثناء سير الدعوة وبعد الدعوة وده كان حكم يوضح ان سقوط الحقوق الشرعية للمرأة التي طلبت الخلع قبل وبعد الخلع القضاء يفصل لسيدة قطية بالتطليق بسبب الزنا الحكمي الزنا الحكمي اللي هو الزنا اللي انت ما شفتوش بعنيك اللي انت استنتقته من بعض الأمور زيش يعني الشات محادثات الواتساب الصور ده اسمه زنا حكمي يفترض هنا وقوع الزنا وده الحقيقة ما كانش بيحصل في قضايا الأقباط كان الزنا لازم علة الزنا اللي هو الزنا لكن في هذه القضية تحديدا كان لعلة الزنا الحكمي أو بسبب الزنا الحكمي اللي بعد كده حكم بتقادم الموضوع ده بقى مهم عايز اشرحولك كده ويركز معاي عايزكوا تركزوا معاي كويس جدا حكم بتقادم الشيك جنائيا ثلاث سنوات وليس ستة سنة أو ستة أشهر ايه الكلام ده المحامين بقى يركزوا معاي والمواطن العادي يركزوا معاي متعارف على انقضاء جريمة الشيك ثلاث سنين لكن في نص في القانون أو قانون التجارة النص ده بيدي سقوط أو انقضاء مصرفي للشيك يعني انت خدت الشيك من واحد وعدت عدرتك سنة كاملة ما روحتش بي البنك ده اسمه انقضاء مصرفي ما اسموش انقضاء الجريمة انقضاء الجريمة اللي هي مضي ثلاث سنوات على على الجريمة نفسها وده نص موجود في قانون لإجراءات الجناية لكن الموجود في قانون التجارة يتعلق بانه شيك مصرفي بالانقضاء المصرفي مش بالانقضاء الجنائي عشان كده انقضاء العقوبة أو انقضاء جريمة الشيك بدون رصيد انت كتعدت ثلاث سنين معاك الشيك ومتاخدش إجراء هنا انقضت الجريمة انقضت الجريمة ومضي ثلاث سنوات عليه لكن لكن انت قعدت سنة فده انقضاء لا ده اسمه انقضاء مصرفي انقضاء مصرفي وليس انقضاء جنائي ده مهم جدا لأنه بيرتب بعض اختلاف وجهات النظر يعني حكم مهم جدا حكم قضائي باسقاط ونقل حضانة الصغيرة للجدة لأب لمدة السنة لعدم تنفيذ حكم رؤية والحيسيات تؤكد عدم توفر شروط الحضانة لدى الجدة لأم والمحكمة تستند على نص المادة عشرية من القانون رقم 25-29 تعال احكي لك الحكاية يا سيدي الحكاية ببساطة شديدة جدا انه طفلة صغيرة والدتها امها تزوجت لأجندي فالحضانا بفروض تنتقل لأمها لوالدة الأم لأم الأم ده الترتيب أم الأم لم تلتزم بالرؤية وبناء علي هناك عقوبة أن تنتقل الرؤية لمن لحد بعدها هنا انتقلت الرؤي الحضانة للجدة لأب اللي هي أم الأب ليه لإخلال لإخلال الجدة بإنها تحافظ على موعيد الرؤية ده مهم أنا عايز أقول لك فكرة أنك أنت تلتزم بالرؤية دي مهمة مهمة للطفل ذاته على فكرة يعني الطفل نفسه هو اللي بيحتاج الرؤية دي يحتاج يقعد مع أبوه يحتاج يتكلم معاه تناقش معاه يحتاج يحس بحنانه يحس بتواجده في حياته الجدة اللي تحرم أب من رؤية ابنه شيء صعب جدا عشان كده المحكمة الحقيقة يعني أصدرت هذا الحكم بنقل الحضانة للجدة لأب حكم تاني حقية الأب باستضافة الصغار مرتين في الشهر الأب طلب إنه هو يتحكم له باستضافة أولاده رؤيتهم واستضافته كانت محكمة أول درجة قالت لا فيش حاجة زي كده حكمت بالرؤية قال لأب ما عجبوش الكلام ده ورفع دعوة وعمل استقناف لهذا الحكم الحكم ده أنا عايز أقولك إنه هو الديرة التانية الثانية عشر بمحكمة استنافز اسماعيل الحكم ده بقى عمل إيه قالك تعالى لأ ده من حقه يستضيف ولاده وحكم له أن يستضيفهم يوم الأسبوع الخميس الأول والتاني والرابع من كل شهر من الساعة 4 العصر لغاية الساعة 4 العصر تاني يوم اللي هو يمججمع وده حكم مهم جدا على فكر سبق القانون اللي هيطلع لأن النهاردة إحنا كل الناس بتنادي بالاستضافة هذه المحكمة قد تصدت لهذا الأمر وقد حكمت فعلا باستضافة الأب لأبنائه يومين في الشهر يعني كل شهر يومين يوم آسف كل شهر يومين في الأسبوع التاني والرابع من كل شهر الحكم اللي بعده تنظيم العلاقة بين المحام وموكله استقط حق الموكل في رد مستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمدية خمس سنوات أي محامي بيبقى عنده موكل استلب منه مستندات المفروض إنه خمس سنين تمر على انتهاء هذه الوكالة والموكل ما يطلبش المستندات يسقط حقه في طلبها إلا إذا أرسل خطابا موصع عليه أو مسجل بعلم الوصول أو إنه ظهر على عقد محتر طالبه بهذه المستندات تنقاطع المدة بتاعت التقاطب يعني أنت جاء النهاردة موكل راح لمحامي وادل ورق بتاعه تهت الدعوة وبعد خمس سنين افتكر بقى أنه يستلم إيه الورق بتاعه فالمحامي طبعا يعني مش موجود الورق عنده وبنان عليه يسقط حق الموكل في طلب هذه الأوراق إلا إذا كان هذا الموكل قد أرسل إلى هذا المحامي خطابا مسجل بعلم الوصول أو أنظره على يد محضر حكم نهائي بإثبات نسب صغيرة لقى بيها من خلال شهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية ده الحقيقة هينا تعودنا أن في أحكام إثبات النسب تلجأ المحكمة اللي دي إيه حاجة اسمها دي إيه في القضية دي المحكمة لم تلجأ ليه دي إيه المحكمة لجأت للشهود لسماع الشهود الزوجة في أول درجة ما قدرتش وعلى فكرة برضو الموضوع ده في منطقة مهمة الحكم ده أنا عايز أقولك عليها الزوجة أول درجة ما قدرتش ما قدرتش تثبت قدام محكمة أول درجة بشهودها إثبات هذا النسب فالمحكمة حكمت في هذه القضية بحالتها الراهنة دي بعدم إثبات النسب وممكن بقى الحكم نهائي جات رفع الدعوة تاك أول دفع عدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها والأحكام والحكم اكتسب حجية الأمر الماقضي فالمحكمة تصدت لهذا الأمر يتكلم استنى استنى فيه إيه؟ الحكم ده ما حاز حاز الأمر الماقضي عندما حكمت فيه المحكمة بحالته ديه لكن إذا كان فيه جديد وفيه أقوال جديدة أو فيه شهود جنب معلومات جديدة فهنا خلاص البطلان أو الحجية دي انتفت ما بقاش فيه حجية الأمر الماقضي يعني فيه ما جاء بأقوال جديدة أو المحكمة في المرة التانية استمعت لشهود الزوجة اللي فعلا قدرت تثبت أن هناك علاقة زوجية وهناك علاقة نسب بين هدي الأبناء وهذا الأب وحكمت بإثبات النسب ده موضوع مهم جدا لأنه كمان فيه جزء مهم أن في الفترة اللي كان فيها أصليها قصة متلغباطة حبتين كان فيها جواز رسمي وبعدين انفصلوا وبعدين جواز عرفي وبعدين انفصلوا وبعدين جواز رسمي في الفترة بتاعت الجواز العرفي دي تم الحم وبنان عليه المحكمة قالت حتى لو كان هناك دواج عرفيا فهو يثبت النسب يعني حكم لما بعض الأمور كده المهمة يعني عندنا عندي عندي حكم تاني مهم جدا اللي هو محكمة زوجة زوجة عشان الوقت يعني قربي يداهمني فحاخد الحكم ده ولو قدرت أكملها كم زوجة رفع الدعوة ضرر للضرر للطلاق للضرر قالت والله يا ستو تجوز علي في العادي الستات بقى النهاردة واخد على كده تجوز عليها ترفع عضية طلاق للضرر المحكمة تلقى لا استني ترقى فيه ضرر ايه ده اتنين ستات بيتزحموا دي غيرة طبعية يا ستة انت عندي غيرة طبعية يعني غيرة طبعية يعني الستة بطبعتها غيورة ما قدرتش تتحمل ان زوجها تزوج عليها هل ده ضرر؟ لا مش ضرر قالت لك دي غيرة طبعية وتزحم امرأتين على رجل كلام ده يزعل الستات بس ده حكم وقد صر بالفعل وعشان كده انا بقولهلكو عشان مش اي يعني الضرر ليه اسبابه لازم يكون ضرر فعلا ملموس وقد وقع بالفعل لان هو الزواج باخرى هو امر شرعا مصرح به وبالتالي ليس ضررا هنا المحكمة تصدت للمنطقة دي وقالت لا ده مجرد غيرة طبعية بين الزوجين حاولنا الحلقة دي نقدم لك كده يعني مجموعة من الحصاد زي ما بيقولوا عن كل مدارة في 2020 عشان تبقى عارف وقادر يعني تبقى الحلقة كده دي مرجعية للي حصل 2020